مجلس الدارة التحاد الكرة بيؤكد دعمه لجلاتنبرج والحكام في جلسة ودية والنهاردة إنجاز تاريخي منتخب مصر للكرة الشاطئية يصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية اللي بيقام في السنغال وبعد فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 5-4 في موزنبيك بعد فوزه على المنتخب المغربي 5-4 وده إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل أنه وصل منتخب مصر للكرة الشاطئية للمبرارة النهائية وعلى فكرة من اللعيبة برضو اللي عملت هذا الإنجاز واحد من نجوم الدوري المصري التاريخيين حسان باولو حسان باولو لعب الزمالك السابق واللي في سنتين متتاليتين مع الداخلية واسموحة أحرز هداف الدوري المصري مع ناديين مختلفين بل كمان عنده رقم قياسي كواحد من أسرع اللعيبة اللي أحرزه هدف في الدوري المصري بعد الثواني من بداية اللقاء عطاق كابتن عيمان يونس وحسان باولو يعني فيه كده أسماء تعتبر أرقام تاريخية في إحراز هدف بعد 12 ثانية بعد 15 ثانية بعد 17 ثانية من بداية اللقاء فحسان باولو من هؤلاء وكلهم بينتموا لنادي الزمالك ولعبوا لنادي الزمالك هلف مبروك لمنتخب مصر